لكن افتكر في 2008 2008 للي ما تذكرش أو لللي ما يعرفش أو للشباب اللي بيتفرج علينا وما يعرفش إيلا حصل في 2008 2008 النهائي الأفريقي كان ما بين النادي الأهلي ونادي القطن الكاميروني القطن الكاميروني ده للشباب يعني للأجيال اللي موجودة ده وقت يمكن ما يعرفوش القطن أوي القطن الكاميروني ده واحد من أهم وأقوى الفرق في الفترة دي واحد من اهم مؤقل فرق في الفترة دي كان مين رئيس الاتحاد الافريقي في الفترة دي عيسى حياته جنسيته ايه كاميروني وكان حضر المباراة النهائية فين في جروة وكان عايز القط نكسب وسط جماهير غفيرة جدا في القط كنا هنا كسبانين اتنين سفر وقل جمعة اتذكروا في لابيو وهنا كسب اتنين سفر مع القط نتيجة يعني مش صعبة ولا سهلة يعني عادية سهل جدا انت تجيب القطني يعني ساعتها كان سهل جدا ان هو يجيب هدف في الاول وبعدين هدف في النص ضرب الجزاء تتحسب والدنيا تتعقرب وكده ولكن عارفين ان ماتش خلص كان اللي هناك اتنين اتنين شادي واحمد حسن على ما اتذكر ضرب الجزاء شادي واحمد حسن كرة لعيبها كده هي بجنب رجل وكده دخل الجوة اهو اهو احمد حسن تخيل حضرتك ان كل اللي حصل ده وكان برضو قبلها ترتيبات والدنيا وها ورايحة وجاية وبص الجمهور كمل كمل بص الجمهورة ده ايه انا هاتليك كرة للجمهورة بص النحن التاني ومع ذلك ابطال النادي الاهلي ورجال النادي الاهلي زي ما حضراتكم شايفين اه اتنين اتنين وقدرنا نفوز بالبطولة الافريقية اتنين وستين اهو ادي اتنين واحد النتيجة اتنين واحد ادي اتنين وستين اهو فوق اهو لسه بدري اوي جيش شد شادي محمد كابتن فريق النادي الاهلي في ذلك الوقت يحرز هدف المباراة التاني والتعادل ويخلص المباراة ليه لان ده اللي واقف حضرتكم ده عيسى حياته ادي شادي محمد كابتن النادي الاهلي وهو يرفع كأس دوري ابطال افريقيا في 2008 على الرغم من انا بلعب في بلد رئيس الاتحاد الافريقي وفي بلد كل حاجة وانا متأكد ان الاستقبال في الكاميرون لن يكون نصف او لم يكن نصف الاستقبال اللي حيتم استقباله النهاردة للنادي الاهلي مليون في المية احنا في المغرب ده بنحس ان هي بلدنا يعني زي شبهنا فالحقيقة ولا يفرق معانا ان شاء الله كل ده حيزيد لعبة النادي الاهلي حاجة واحدة فقط الاسرار والعزيمة على الفوز ان شاء الله بهذه المباراة اسد افريقيا احنا اسد افريقيا وابطال المواجهات الصعبة اشتركوا في القناة